ذكر الشيخ الفاضل المفيد جداً الذي لا يخلو مجالسه من فائدة الشيخ عبد الرزاق البدر أنه لما شرح الأربعين جاءه عاملٌ سوداني في مهنة من المهن المعروفة كان يسكن في عزبة مع عمال ويحضر الدرس فقال له يا شيخ أنا أحس أني صرت عالم قال كيف؟ قال أنا أحس أني صرت عالم قال له الشيخ كيف؟ الشيخ عبد الرزاق من ألطف الناس والله لا يعرفه أحد إلا يحبه وإني أشهد الله على حبه ووالله إنه خير مني نعم قال له الشيخ عبد الرزاق كيف؟ قال يا شيخ صرت الآن إذا فعل الناس أو زملائي شيئاً أرد عليهم بالحديث أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا من الأحاديث التي تعلمناها معك والمقصود من الفائدة هذه أن أحاديث الأربعين حاوية لأصول العلم أصول الخير وذلك ينبغي أن يعتني المسلم بحفظها وفهمها فإنها مفتاح عظيم للعلم والخير كان هذا الأخ من السودان ويعمل نجاراً ويسكن مع عمال في عزبة فلما أكملنا الأحاديث وحفظ البقية وفهم شيئاً من معانيها جاءني يوم الأيام وهذا موطن الشاهد جاءني يوم الأيام وقال لي يا شيخ أصبحت وحس أني عالم هذه كلمة لي قال يا شيخ أصبحت وحس أني عالم قد كيف قال في العزبة مع العمال أي خطأ يخطي واحد أرد عليه بحديث وأي عمل أريد أن أحث عليه أحث بحديث انتبه الآن الأربعين جوامع جمعت جمعت الدين كله جوامع وفعلاً يعني الذي يضبط الأربعين في كل باب من أبواب الدين يستطيع أن يستدل كل باب